موسيقى بالبداية نوجه بالشكر والتقدير للجامعة الإسلامية يغزي بإدارتها وكذرها وطلابها وطالباتها لتاحث هذه الفرصة في مجال التعويضات العينية لإلقاء محاضرة متعلقة بالعيون الاصطناعية ونسأل الله التوفيق لنا جميعا التعويضات العينية صنع وتثبيت العيون الاصطناعية أفسان ميكو براستيزيز ميكين أنت فيذين أرتفيشا الآيب بهذا اللقاء والمحاضرة سنتناول عدة مواضيع منها لمحة تعريفة عن العيون الاصطناعية دواعي استخدام العيون الاصطناعية والعيون الاصطناعية عن طريق الطبع بالإضافة إلى خطوات تصنيع العين الاصطناعية وأيضا سنتكلم عن أسباب عدم الراحة لدى مستخدمي العيون الاصطناعية ونخطب موضوع التدريب للتخصص في مجال العيون الاصطناعية وبداية تعريف بسيط عن عيون الاصطناعية هي طعويضات تجميلية غير وظيفية تستخدم لاستعادة المظهر الطبيعي للوجه بعد تلف أو فقدان أو إصابة العين الحقيقي للإنسان المحدثكم الاختصاص حسين محمد الملوحي صاحب سلسلة إصدارات كتاب الموثوع البصري لعين الإنسان وكتاب التعويضات العينية صنع وتثبيت العيون الاصطناعية مؤسس مجموعة العربي للعيون الاصطناعية وأيضا في فيجين ميديكا الرئيس قسم التدريب في مجال التعويضات العينية صنع وتثبيت العيون الاصطناعية وهون راح نتعرف على سلسلة إصدارات كتاب الموسوعة البصري العين الإنساني الإصدار الأول والإصدار الثاني والإصدار الثالث هو متاح للتحميل مجانا للجميع وأيضا كتاب التعويضات العينية صنع وتثبيت العيون الاصطناعية وأخيرا هو كتاب التعويضات العينية وتعويضات السيليكون هي ضمن المناهج التدريبية التي حقوقها محفوظة لفيجين ميديكا لإسطنبول نحن نتكلم عن موضوع العيون الاصطناعي لابد من لمحة تاريخي عن هذا المجال العيون الاصطناعي مكتشف من آلاف السنين ولكن كانت ذات دلالات رمزية استخدامات بسيطة يدخل في صناعاتها الخشب يدخل في صناعاتها الصلصال توضع أمام معجر العين لكن عام 1590 الفرنسي أمبرس بيري وأول من وصف العيون الاصطناعية كانت توضع أمام الرئيس في عام 1835 تم ابتكار العيون الاصطناعية زجاجية المجوفة في ألمانيا وكانت مهنة عائلية متوارسة وهذه النوع من العيون الاصطناعية حقق نقلة نوعية في مجال العيون الاصطناعي كونها كانت مجوفة وخفيفة الوزن ومريحة بالاستخدام بعدها في عام 1969 دخل مادة الألجينيت في أخذ طبعة لمحجر العين لتصنيع العين الاصطناعي عن طريق الطبعة من مادية البوليميتاميثيل أكريليك ممكن نسميه العين الاصطناعية عن طريق الطبعة بعد ما تعرفنا عن لمحة تاريخية عن موضوع العين الاصطناعي أنا ندخل بموضوع دواعي استخدام العيون الاصطناعية طبعا دواعي استخدام العيون الاصطناعية متعددة وكثيرة منها هو مرتبط بالعيوب الخلقية مثل الغياب الخلقي الكامل لكرة العين ويترافق أيضا مع تشوهات بمحجر العين بالإضافة إلى ضمور العين الخلقي اللي بيجي بولد الطفل عنده ضمور بالعين وأيضا صغر حجم العين ممكن تكون العين سليمي وظيفيا لكن فيها ضمور وصغيرة الحجم الموضوع الثاني من دوعي استخدام العيون الاصطناعي في عنا الإصابات ببيئة العمل في عنا الإصابات الأطفال بالأدوات الحادية وهذا أكثر شيء من اللاحظة عند الأطفال بعمر 3 سنوات بيكون عنده النشاط حركة مساكل القلم أو السكين أو الشوكة مع الحركة ممكن يصير إصابة بالعين تستدعي استخدام العيون الاصطناعية من دواعي الاستخدام العيون الاصطناعية الأخرى هي التدخلات الجراحية تبعا التدخلات الجراحية ممكن يكون عندنا تفريغ للعين ممكن يكون عندنا استقصال للعين ممكن يكون عندنا استقصال للعين والمنطقة المحيطة فيها فهذه التدخلات الجراحية بينبنى عليها الضرر في منطقة محجر العين واللي بيستدعي استخدام العيون الاصطناعية وفي عندنا ثلاث عمليات أساسية بتستدعي استخدام العيون الاصطناعية العملية الأولى متمثلة بعملية تفريغ العين هون بحالة العين العمية المؤلمة المشوهة بينصح الطبيب بتفريغ العين بتركيب زرعة داخلية ثم تركيب العين الاصطناعي النوع الثاني هو عملية استقصال كرة العين بشكل كامل هاي مثل لما بيكون اصابة بالسرطان وحاصة عند الاطفال فبيتم استقصال كرة العين بشكل كامل وهون كمان بيستدعي استخدام العين الاصطناعية في عنا العملية الثالث هي تفريغ الحجاج من العين الاصطناعية والعضلات والانسجة المحيطة بها وحيانا بياخدوا جزء من تجويف الحجاجة وهون بيستدعي تركيب عين اصطناعية مع المنطقة المحيطة بها ومسميه تعويض الحجاجة راح نستعرض مجموعة من الحالات المختلفة لتركيب العيون الاصطناعية اللي قمنا بتنفيذها في فيجين ميديكان بالحالة الأولى هون شاب تم تفريغ العين بتركيب زرعة كروية قمنا بتصنيع عين اصطناعية له عن طريق الطبعة بالحالة الثانية هون في عنا الشاب تعرض لإصابة أدت إلى ضمور في كرة العين قمنا بتركيب عين اصطناعية عن طريق الطبعة دون الحاجة إلى تفريغ العين أو حتى عملية تغليف القرنية بطبقة الملتحمة وبالحالة هذه في عنا طفلة تعاني من ضمور خلقي في العين قمنا بتركيب عين اصطناعية لها عن طريق الطبعة كان عمره تقريبا سنتين وأول مرة تستخدم عين الاصطناعي وكانت مبسوطة وتعودت على تركيب العين الاصطناعية وتنظيفها والعناية بها بشكل سهل جدا وأن هذه الحالة من الأطفال اللي تابعناه مع عدة سنوات كان يعاني من سرطان العين تم إصصال كرة العين بشكل كامل قمنا بتصنيع له عين الاصطناعية عن طريق الطبعة مع متابعة لمدة سنوات حتى الحصول أفضل النتائج هوني شاب كمان يعاني من إصابة تم تركيب له عين الاصطناعية عن طريق الطبعة مع قزحية 3D ولان ننتقل لموضوع العين الاصطناعية عن طريق الطبعة ارتفيشها الآيباء امبرشين طبعا بعام 1969 تم استخدام مادة الالجينيت لأخذ طبعة لمحجر العين في أمريكا وتم تصنيع العين الاصطناعية من مادة بوليميساميسيل أكريليك وبعدها نزلت مادة السيليكون امبرشين لأخذ طبعة لمحجر العين طبعا طبعة محجر العين أكثر صعوبة من طبعة تعويضات الأسنان في الأسنان المسافة سابتة بين الأسنان أما بمحجر العين فالمسافة متغيرة في الأسنان التعويض اللي رح يتم تركيبه تعويض سابت أما بالعين الاصطناعية هي عين اصطناعي متحركة بتتحرك للأعلى للأسفل لليمين للأسفل بمجال تعويضات الأسنان التعويضات اللي عم تركب هي تعويضات تغريبا متشابهة لحد كبير بين الأسنان بين الراحة بين الدرس فهي في تشابه كبير أما بمجال العين الاصطناعية محجر العين بيختلف وممكن القول أنه ما في محجر عين مطابق تماما مع محجر عين مراجع آخر لهيك العين الاصطناعية عن طريق الطبعة وطبعة محجر العين الاصطناعية أكثر صعوبة من التعويضات الأسنان من خلال الفيديو التالي منشوف كيف آلية أخذ الطبعة كيف يتم عملية مزج مادة الألجينيت مثلا وتعبئة المادة في النبوب الحقن وكيف رح يتم عملية حقن المادة داخل محجر عين هلأ مثل مشايفين هوني المادة عم تدخل لما داخل محجر العين وعم تتوزع حتى تاخد كامل التفاصيل لداخل محجر العين هوني العين اللي رح نصنعها بيسموها العين الاصطناعية عن طريق الطبعة لأنه أخذنا طبعة لحتى صنعنا العين الاصطناعية طبعا حاليا بعد ما منصنع الطبعة منصنع المجسم التجريبي منجربه عشان نشوف مكان القزحية فتحة الجفن موضوع الحركة المواد المستخدمة اللي أخذ طبعة لمحجر العين بداية مواصفات المادة اللي المستخدم بأخذ الطبعة لازم تكون ملائمة من ناحية طبية ما بتسبب التهابات أيضا لازم تكون الوقت تصلب المادة مناسب ما تتصلب أثناء الحقن ولا تتأخر كثير حتى تصلب بعد ما بيتم حقن بالإضافة أنه تأخذ التفاصيل تأخذ التفاصيل محجر العين بشكل ذاقير وبهذه المواصفات في عندنا مادتين هي مادة الألجينيتو اللي يستخدم من الطحالب اللي بيدخل في استخدام الطحالب البحرية ويستخدم الماء في عملية المزج وفي عندنا مادة تسمى مادة السيليكون امرشين عبارة عن سيليكون طبية مع مصلب السيليكون وبعد ما تعرفنا على المواد المستخدمة وأخذ الطبعة وشاهدنا فيديو كيف يتم عملية أخذ الطبعة حاليا هل راح ننتقل لموضوع خطوات تطبيق أخذ الطبعة لمحجر العين في البداية بنقوم بعملية تقييم محجر العين بحيث أنه ما يكون فيه موانئ أخذ الطبعة مثلا موجود التهابات مثلا موجود زرعة متكشفة بعدها بنكون محاضرين جميع مستلزمات أخذ الطبعة ثم بنقوم بعملية توضيح للمريض وتواصل معه أنه هذا الإجراء اللي عم نقوم فيه غير مؤلم حتى هو يتطمن وأيضا توضيح موضوع أهمية عدم تحريك العين أثناء أخذ الطبعة المريض لما بنكون عم نشرح له عم نوضح له أنه هذا الإجراء غير مؤلم وأنه هذا الإجراء بيتطلب أنه عدم التحريك راح يكون متعاون معنا بشكل أكبر بعدها بدنا زاوية ميالان الرئيس لازم تكون مثلا الأفضل هي بزاوية 45 درجة وهذا شيء متعلق بالجاذبية الأرضية وتوزع مادة الطبعة داخل محجر العين بعدها أيضا كمان موضوع التحكم بالطبعة من خلال الإمساك بالأمبوب مع استيناد راحة اليد على جبهة المريض وأيضا من قوم بالتحكم بالطبعة من خلال الإمساك بالإمبوب الطبعة بواسطة الإبهام والسبابة مع استناد راحة اليد على جبهة المريض لتجنب حدوث أي ضغط أستاع عملية الحقن على محجر العين وأيضا من يكون متحكمين بالطبعة ممكن المريض يتحرك لمنع خروج قالب الطبعة من محجر العين وأيضا ممكن مراقبة توزع الطبعة المادة داخل محجر العين هل هو كافي هل زائد هل بيتطلب أنه نسحب محجر قالب الطبعة للأمام للخلف فهذا من الأشياء المهمة أنه يكون مسبتين أنبوب الحقن بالأصابع مع إسناد راحة الكف على جبهة المريض وبتم عملية الحقن مع مراقبة توزع المادة داخل محجر العين من بعدها مننتظر حتى يتم تصلب طبعة محجر العين وبعدها منقوم عملية سحب الجفن السفلي للأسفل وخراج الطبعة باتجاه الأعلى وبعد ما تكلمنا عن المواد المستخدمة بالطبعة وخطوات أخذ الطبعة راح نتكلم عن مميزات العين الاصطناعية عن طريق الطبعة من أهم المميزات أنه تصنيع العين الاصطناعية عن طريق الطبعة بيعطينا طويل بشكل انطباق كامل بين العين الاصطناعية ومحجر العين وهذا بيؤدي غياب الفراغات اللي ممكن تتجمع فيها الإفرازات الطبيعية مثل الدمع وتتحول مع الوقت لسوائل اللذيجي وتخرج على شكل إفرازات والإفرازات حال كانت متجمعة خلف العين بتحرض الأنسجي المحيطة بها عمزيد من الإفرازات عمقدة الضغط الأسموزي لأن الإفرازات قوام معظمه دمعي ملحي والمميزات الثانية للعين الاصطناعية عن طريق الطبعة أنه مطابقة بالشكل نحن نصنعها حسب محجر العين حسب المجسمة التجريبة حسب الفتحة الجفنية والمميزات الأخرى أيضا هي الاستفادة القصوى من الحرك المتاحة داخل محجر العين محجر العين ممكن الشخص عنده زرعة ممكن ما عنده زرعة ممكن العضلات فعالة عنده ممكن العضلات متليفة فمن خلال الطبعة منحق الاستفادة القصوى من الحرك المتاحة الموجودة بمحجر العين وأيضا من مميزات العين الاصطناعية عن طريق الطبعة أنه راحة في الاستخدام وممكن يستخدمها عدة أيام وأحيانا عدة أسابيع وينام فيها طالما أنه ما في ضغط على جانب أكثر من جانب ما في موضوع الإفرازات موضوع الراحة موضوع الشكل وهذه مجملها هي مميزات العيون الاصطناعية عن طريق الطبعة بعد ما تعرفنا على خطوات أخذ الطبعة لمحجر العين هلأ بدنا نتعرف على خطوات تصنيع العين عن طريق الطبعة بداية أي حالة تأتي حتى نصنع العين عن طريق الطبعة بداية في عنا المعلومات الأساسية المعلومات الشخصية الحالة الصحية العامة قياس النظر تشخيص محجر العين المعلومات تعويض العيني اللي لازم نصنعها مع جدول للمثابعة هذه بالبداية قبل ما ناخد خطوة أخذ طبعة لمحجر العين مع العلم أن تقييم وأخذ طبعة لمحجر العين ممكن يتم من خلال حقن الألجينيت حقن السيليكون أو انطباع السيليكون في بعض الحالات والطبعة ممكن ما تعطي نتيجة جيدة ولا بد من إجراء مجموعة من التعديلات على المجسمة التجربة حتى يعطينا أفضل النتائج ونتكلم هنا عن تعقيدات التثبيت التعقيدات التثبيت ممكن محجر العين بعادل من الالتصاقات يعاني من الالتحامات غياب الرتج السلم العميق انسدال الجفن المحجر الواسع هذه مجملها من سمية تعقيدات التثبيت لما مناخد الطبعة بالوضع هذا تحتاج الطبعة لمجموعة من التعديلات على المجسمة التجربة حتى نوصل لأفضل تصميم يعطينا عين إصطناعية الأنسب لمحجر العين مع وجود تعقيدات التثبيت تالية الزكر الخطوة الثالثة بتصنيع العين الإصطناعية عن طريق الطبعة هي تصنيع قالب النسخ قالب النسخ طبعاً يتكون من القاعدة والمعكس فقالب النسخ يدخل في مراحل مختلفة من تصنيع العين الإصطناعية ومن خلاله منصنع نسخة عن الطبعة أو نسخة عن العين الإصطناعية أو العين الإصطناعية بعد التعديل عليها أو المجسمة التجربة أو الملحقة وأنواع قوالب النسخ مختلفة ممكن نستخدم فيها المادة الأولية تكون الجبس ممكن نستخدم فيها مادة السلكون القاسي وممكن نستخدم فيها مواد أخرى وبعد ما صنعنا قالب النسخ راح نستخدمه حتى نصنع مجسم تجربة بخطوات موضحة بالصورة أنه منعجو المادة الأكريليك منحطها بالقاعدة ومنكبس فيها المعكس بيتم تعريضها للضغط ثم مندخلها جهاز الإيفومات بعدها بيتم تجذيبها وتلميعها وسقلها وتجريبها بمحجر العين حتى نحدد مكان القزحية نشوف ملاءمة المجسم التجريبة بمحجر العين هذه الخطوة الثالثة من خطوات تصنيع العين الاصطناعية عن طريق الطبعة بالخطوة الرابعة من تصنيع العين الاصطناعية عن طريق الطبعة نكون عم نحضر القزحية المناسبة للون عين المريض وهون في عنا تقنيات مختلفة في تصنيع قزحيات في العيون الاصطناعية في قزحيات العادية في القزحيات المجسمة في قزحيات باستخدام القرص الشفاف في رسم مادة الأكريليك ممكن تدخل الألوان الزيتية تدخل ألوان الأكريليك فهناك تقنيات مختلفة لتصنيع قزحية العين الاصطناعية بعد هذه المرحلة المتعلقة بتصنيع العين الاصطناعية المناسبة للون قزحية للمريض في عنا المرحلة الخامسة بالمرحلة الخامسة من تصنيع العين الاصطناعية بعد ما نكون صنعنا القزحية بدنا نصنع جسم العين الاصطناعية منطقة السكليرال من الأكريليك الأبيض ممكن بدنا نراعي الألوان لأنه في عنا الأطفال بيكون مثلا عندهم الصلبة ميالة للون الأزرق الكبار بالسن ممكن تكون ميالي للون عبني ممكن موجودة تصبغات على سطح العين آآ كسافة الشعيرات الدموية كلها بتختلف فهون في عنا المواد المستخدمة بتلوين سكليرل في عنا تقنيتين أساسيتين هي التلوين البنيوي لسكليرل من خلال مزي الألوان أثناء أعداد عجينة الأكريلي أو بيكون في عنا التلوين السطحي يعني بعد ما من صنع جسم العين الاصطناعية وبعد الفرز والسقل بيتم وضع تصبغات خارج العين الاصطناعية هون بنكون صنعنا المجسم العين الاصطناعي قبل المرحلة الأخيرة بالخطوة الأخيرة من تصنيع العين الاصطناعية بيتم إضافة الشعيرات الدموية وهناك عدة تقنيات لإضافة الشعيرات ممكن من خلال الخيوط الحرير ممكن خياء خلال قلم التلوين فهناك عدة تقنيات لإضافة هذه الشعيرات بعدها بيتم بالمرحلة الأخيرة تغليف كل هذه التأثيرات من خلال الطبقة الشفافة والتي بتعزل هذه التأثيرات عن محيط محجر العين طبعا بعد ما صنعنا الطبقة الشفافة بيجينا عندنا مرحلة الصقل والتنعيم والتلميع حتى تكون العين الاصطناعين مصنعة من مادة الأكريليك مريحة جدا في الاستخدام طبعا الصقل والتنعيم والتلميع والأشياء هذه فهي خاصة بالعين الاصطناعين المصنعة من مادة البوليميساميسيل الأكريليك ولا تدخل هذه المرحلة في مراحل العين الاصطناعين المصنعة من الزجاج تتطلب هذه المرحلة تدريب وممارسة تحت أيدي متخصص في هذا المجال لاكتساب المهارة المطلوبة في تلميع العين الاصطناعية من شروط العيون الاصطناعي المصنعة من مادة الأكريليك حتى تكون بشكل جيد أن تكون مصنعة من مادة الأكريليك الحار وأنه يستخدم في تصنيع جهاز مثلا الإيفومات اللي بيوفر تصنيع العين تحت ضغط 6 بار على درجة حرارة غليان الماء لمدة 25 دقيقة أيضا المهارة والخبرة في تشكيل وتصنيع المجسم العين الاصطناعية ومن بعدها بيجي دور العناية والمتابعة للحصول على أفضل النتائج للعين الاصطناعي المصنعة عن طريق الطبعة للمريض بعد ما تعرفنا على العين الاصطناعي وخطوات تصنيعها رح نتعرف على أسباب عدم الراحة لدى مستخدمي العيون الاصطناعية طبعا أسباب عدم الراحة لدى مستخدمي العيون الاصطناعي متعددة ومختلفة وكثيرة ويمكن إدراجها ضمن الأسباب التالية من أسباب عدم الراحة ممكن يكون موجود الخشونة على سطح العين الاصطناعي نتيجة الترسوبات الناتجة من الإفرازات أو الدمع والتي تسبب تخرج أو التهابات في محجر العين ومن أسباب عدم الراحة لدى مستخدمين العين الاصطناعي ممكن يكون فقدان لمعان سطح العين الاصطناعي وأيضا الخدوشة العميقة وهذا اللي بيطلب مراجعة مركز العين الاصطناعي كل 6 شهور من أجل الصيانة وعادة تلميع العين الاصطناعي وتعتبر نزلات البرد من أسباب عدم الراحة لدى مستخدمين العين الاصطناعي نتيجة توجود احتقال إحمراء إفرازات داخل محجر العين وأيضا المواد السامة داخل العين الاصطناعي المصنعة من الأكريليك المستخدم لسنوات طويلة أيضا ممكن تكون سبب من أسباب عدم الراحة وبعد ما تعرفنا عن موضوع أسباب عدم الراحة عند مستخدمين العين الاصطناعي ننتقل لموضوع العناية بالعين الاصطناعي بداية تنظيف العين الاصطناعي بيتم بالماء النظيف الفاتر وعدم مسحة بالمواد الكحولية أو المواد العطرية لكي لا تفسد لمعانة سطح الخارجي للعين الاصطناعي أيضا نتجنب وضع العين الاصطناعي في الملابس أو المحارب وعند الحاجة بيتم وضعها في عبوات خاصة وأيضا الصيانة الدورية عند مركز المتخصص مجال العين الاصطناعية وبكل تأكيد غسل اليدين قبل تركيب العين الاصطناعية وبعد إزالة العين الاصطناعية واستبدال العين بتمكن سلاس سنوات تخريبا أو عند الحاجة لاستبدال العين الاصطناعي فعند الأطفال ممكن استبدال العين الاصطناعية خلال السنة وهذا بيتعلق بموضوع نمو الطفل ونمو محجر العين عند الكبار ممكن سلاس سنوات ممكن استخدامه مدي أطول لكن الأفضل هو المتوسط هو ثلاث سنوات وبالنهاية موضوع التعويضات العينية صنع تثبيت العيون الاصطناعية تناولنا لمحة تعريفة عن عيون الاصطناعية دوع استخدام العيون الاصطناعية والعيون الاصطناعية عن طريق الطبعة وخطوات تصنيع العين الاصطناعية عن طريق الطبعة بالإضافة إلى موضوع أسباب عدم الراحة لدى مستخدمي العيون الاصطناعية وحاليا رح ننتقل لموضوع التدريب للتخصص في مجال العيون الاصطناعية وممكن متابعتنا من خلال الفيديو التالي موضوعنا اليوم موضوع جديد مهم ومفيد أهميته عم تزيد يوم بعد يوم والرب بالعمل فيه كمان عم تزيد موضوعنا هو العيون الاصطناعية اللي غيرت حياة كثير من المصابين ورجعت لهم المظهر الطبيعي ومعه رجعت الاتسامة ورجعوا للحياة الطبيعية ولنتعرف أكثر عن هذا التخصص توجهنا إلى تركيا وبالتحديد مدينة إسطنبول مركز تميز بالنتائج لحققها وصار مقصد الكثيرين من بلدان مختلفة تخصص يقوم بالأساس على مبدأ التدريب والهيك كان السؤال الأول اللي حبينا نسأله لمسؤول المركز هو كيف ممكن للمؤهلين لمثل هذا النوع من التخصصات أن يختاروا برنامج التدريب المناسب نرحب فيكم في جميديكا الإسطنبول والإجابة على سؤال كيفية اختيار برنامج التدريب المناسب في مجال العيون الإصطناعية بداية مجال عيون الإصطناعية يعتمد على مبدأ التدريب المتخصص وليس له دراسة أكاديمية فعلى المتدرب الراغب في دخول هذا المجال بداية تحديد الهدف من التدريب فإذا كان الهدف من التدريب هو العمل والتميز والتخصص في هذا المجال فبكل تأكيد عليه اختيار البرنامج التدريبي الأفضل أما إذا كان الهدف من التدريب هو المعرفة والإطلاع فيمكنه اختيار أي شيء ولكيفية اختيار البرنامج التدريبي الأفضل تابع معنا والاختيار الأفضل علينا البحث في الخيارات المتاحة وأي منها يمتلك مقومات التدريب الأساسية ومنها أن يكون مقدم البرنامج ممارس حقيقي في مجال العيون الاصطناعي ولديه حالات ناجحة ففاقد الشيء لا يعطي بالإضافة أن يكون للبرنامج منهج يتضمن الجوانب التطبيقية والعملية والنظرية والعلمية لهذا المجال أيضا أن يكون مركز التدريب مجهز بشكل كامل للمتدرب حتى يتمكن من التطبيقات العملية بشكل جيد بالإضافة أن يكون وقت البرنامج التدريب كافي لإمتلاك المتدرب المهارات الجيدة في البرنامج التدريب بسؤالنا الأهم مركز فيجا ميديكال في اسطنبول والنجاح الكبير اللحاء أو في استخدام متدربين من بلدان مختلفة إندونيسيا، المغرب، مصر، العراق، لبنان، الأردن، سوريا، سعودية وغيرها أكيد في مميزات وراء هذا النجاح فممكن نعرف هذه المميزات من المميزات المهمة التي حققت النجاح لفيجا ميديكال في مجال التدريب على العيون الاصطناعية أولا أن فيجا ميديكال أول مركز تدريب في مجال العيون الاصطناعية لديه منهج متكامل يتكون من الكتاب النظري والكتاب العملي معتمد ومرخص دوليا في هذا المجال ومطبوع وحقوقه محفوظة لفيجا ميديكال ومن المميزات المهمة أيضا أن فيجا ميديكال مركز تدريب متاع على مدار العين بحيث يستطيع المتدرب تقديم القسم العملي من البرنامج حسب الوقت الملائم له ومن المميزات المهمة لدى فيجا ميديكال أنه مركز متخصص وممارس لهذا العنام وينفذ سنويا عشرات الحالات في مجال العيون الاصطناعية ومن المميزات المهمة لدى فيجا ميديكال أنه لديها البرامج التدريبية تعتمد على مبدأ التدريب الشخصي للمتدرب بما يتلائم مع إمكانياته والوقت المناسب لكل متدرب من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمتدرب خلال البرنامج التدريب ومن المميزات المهمة التي تتميز فيها فيجا ميديكال في مجال التدريب هو المتابعة المستمرة للمتدرب من خلال عضوية فيجا ميديكال حيث تقيم برامج التقوية وورش العمل واللقاءات العلمية السنوية من حرصا على تقوية مهارات المتدرب في مجال العيون الاصطناعية ومن المميزات المهمة لدى فيجا ميديكال أن مركز التدريب مجهز بجاكل كامل وأيضا متاح للمتدرب على مدار العام وإن انتهى البرنامج التدريب فيمكنه الحضور في أي وقت للتقوية في المجال العيون الاصطناعية كما توفر فيجا ميديكال لكل متدرب حقيبة تدريبية تتضمن الكتب والمواد والأدوات والمستلزمات اللازمة في العملية التدريبية حرصا من فيجا ميديكال على راحة المتدربين الذين يحضرون إلىها من خارج تركيا فقد وفرت لهم الإقامة الفندقية المريحة والمواصلات خلال القسم العملي من البرنامج التدريب المتعلق في التعويضات العينية صنع تثبيت العيون الاصطناعية استفدنا كثير وأسعدتنا بالاستضافة وإلى لقاء جديد وكلمتك اللي بتحب نختم فيها اللقاء إن شاء الله مع فيجا ميديكال دائما إلى الأفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة